الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أعزائي المشاهدين متابعي قناة الأنيس حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوان ومثواكم بارك الله فيكم على حسن متابعتكم وشكر الله لكم حسن إنصاتكم وتجاوبكم مع هذا البرنامج والله أنا أفرح في بعض المرات يعني ألتقي ببعض الناس ويشكروني على هذا البرنامج وأنا أشكر كل المتابعين لهذا البرنامج وكل من قام على هذا البرنامج لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يشكر الله من لا يشكر الناس فاللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك في الحلقة الماضية تكلمنا عن شيء من أحكام صلاة المسبوق وقلنا أن المسبوق هو من فاته شيء من الصلاة وقلنا أن هذه عادة سيئة أن الإنسان دائما يكون مع المسبوقين دائما يكون في عداد من يقضون الصلاة وذكرنا أن المسبوق ينبغي أن يأتي إلى الصلاة بسكينة وإذا دخل إلى المسجد ينبغي أن يبادر إلى الصلاة مع الجماعة ولا يشتغل بقضاء الفوائت وأن المسبوق ينبغي أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم وكذلك أنه إذا ركع ينبغي له أن لا يحدث صفا بل ينبغي أن ينظر في الصف الأخير فإن وجد فرجة فينبغي أن يكمل الصف فإن لم يجد فرصة فليحدث صفا جديدا ولا يسحب أحدا كان قبله كما ذكرنا أن ينبغي للمسبوق أن يتابع الإمام فإذا وجد الإمام ساجدا فليجد وإذا وجده يتشاهد فليتشاهد وأن المسبوق إذا أدرك ركعة من الصلاة فله أجر الجماعة وذكرنا أن الركعة تدرك بالركوع فمن إنحنى ظهره ووضع يديه على ركبتيه فقد أدرك الركعة ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة اليوم إن شاء الله عز وجل موضوعنا وهذا يهمكم كلكم كيف يقضي المسبوق صلاته ولهذا لأهمية هذا الموضوع سيظهر على الشاشة بين الفينة والأخرى تباعا جدول وهذا الجدول من قرأه بتمع وحفظ مسائله بإذن الله سيصير إماما في ترقيع الصلاة والله أنا بعض المرات ندخل المسجد نقى شباب يعني واش بل أقول شاب مع الشيخ كبير نقاهم يعني ما شاء الله يتحاورون في ماذا؟ في طريقة ترقيع الصلاة يا جماعة كيلي عندها أربعين سنة ما يعرفش كيفش يرقع الصلاة تعالى الحمد لله ديننا دين كامل علمنا كيف نرقع الصلاة أنا اليوم سأتكلم عن طريقة ترقيع الصلاة للمسبوق على المذهب المالكي لماذا يا إخواني؟ لأن أهل الجزائر غالبهم يرقعون الصلاة على طريقة المذهب المالكي ألا وهو القضاء في الأقوال والبناء في الأفعال لاحظوا معي نبدأ بصلاة الصبح تبع معي في الجدول هذا مسبوق فاتته الركعة الأولى من صلاة الصبح حضى الركعة الثانية مع الإمام وفاتته الركعة الأولى كيف يقضي؟ إذا سلم الإمام يقوم بدون تكبير المذهب المالكي يقوم بدون تكبير يجيب الفاتحة والصورة جهرا يتشهد ويسلم نعاود إذا فاته الركعة الأولى من صلاة الصبح مع الإمام لما يسلم الإمام يقوم بدون تكبير تبعوا يقوم بدون تكبير يجيب الفاتحة والصورة جهرا ويتشهد ويسلم أما لو جاء وأذرك الإمام في التشهد جاء متأخر في صلاة الصبح من قال الإمام في التشهد ماذا يفعل؟ هنا يقوم بتكبير يقوم بتكبير ويجيب الفاتحة والصورة جهرا يسلي صلاة الصبح عادية فاتحة وصورة جهرا عاود فاتحة وصورة جهرا يتشهد ويسلم الآن صلاة الظهر صلاة الظهر والعصر يعني متفقتان في الصورة نتكلم على وحدة منهم وقس عليها الأخرى حضر مع الإمام فاتته الركعة الأولى من صلاة الظهر فاتته فقط الركعة الأولى من صلاة الظهر حضر الركعة الثانية والثالثة والرابعة إذا سلم الإمام ماذا يفعل؟ يقوم بدون تكبير يقوم بدون تكبير ويأتي بالفاتحة والصورة سرا هو فاته ركعة الأولى تحصالة الظهر كي سلم الإمام يقوم بدون تكبير يجيب الفاتحة والصورة سرا ويتشهد ويسلم الحالة الثانية فاتته الركعة الأولى والثانية من صلاة الظهر صلى مع الإمام الثالثة والرابعة وفاتها الأولى والثانية إذا سلم الإمام واش يدير؟ يقوم بتكبير يكبر يجيب الركعة الأولى الفاتحة والصورة عاود يقوم ويجيب الفاتحة والصورة سرا ويتشهد ويسلم إذن إذا سلم الإمام يكبر يجيب الركعة الأولى فاتحة وصورة سرا ثم الفاتحة والصورة سرا ثم يتشهد ويسلم إذا فاتته ثلاث ركعات مع الإمام يعني كي جاء صلى مع الإمام ركعة الرابعة فاته الركعة الأولى والركعة الثانية وركعة الثالثة رانا في صلاة الظهر ولا العصر ماذا يفعل؟ إذن هو صلى مع الإمام ركعة واحدة فقط إذا سلم الإمام يقوم بدون تكبير يقرى الفاتحة والصورة سرا ويتشاهد ثم يقوم ويأتي يقرأ الفاتحة والصورة ثم بعد ذلك يقوم لا يجيب تشاهد يقرأ الفاتحة سرا ويتشاهد ويسلم نعود؟ هذه تقريبا أصعب الصور أحضر غيرك عمع الإمام ركعة الرابعة فاته الولى والزوجة والثالثة إذا سلم الإمام يقوم بدون تكبير يجيب الفاتحة والصورة ويتحي ثم يقوم يجيب الفاتحة والصورة يتشاهدش بعد عاود يقوم يجيب الفاتحة فقط سرا ويتشاهد ويسلم إذن هذه ثلاث صور في صلاة الظهر بالنسبة للمسبوق وقس عليها العصر صلاة المغرب صلاة المغرب فاتته الركعة الأولى من صلاة المغرب صلى مع الإمام الركعة الثانية وركعة الثالثة احنا دائما نقول القاعدة احنا نقول البناء في الأقوال يعني يخلف لفاتته ركعة سرية فاتحة وصورة يجيب ركعة فيها فاتحة وصورة سرية لفاتته تفاتته جوجة ركعات فاتحة وصورة سرية يجيب جوجة ركعات فاتحة وصورة سرية يخلف في صلاة المغرب فاتته الركعة الأولى مع الإمام واش يدير؟ إذا سلم الإمام يقوم يجيب الفاتحة والصورة جهر وضع هذا فاتته الركعة الأولى والثانية الحقم على الإمام غير ركعة وحدة في المغرب فاته ركعة الأولى وركعة الثانية انتبه معي إذا سلم الإمام يقوم بدون تكبير يقوم يجيب الفاتحة والصورة جهرا ويتشاهد عود يقوم يجيب الفاتحة والصورة جهرا ويتشاهد إذا انشعلت شهاد من المرة ثلاث مرات على بالك اللي يتخرضه ولهذا الذي يصلي في المسجد مع الجماعة سيتعلم أحكام ترقيع الصلاة ويعجبني في بعض المساجد هذا الجدول رهم ديرينه يعني في لائحة حبدا أن تعلق ولكن في مؤخرة المسجد فاتهرك على الأولى والزوجة صلى غيرك على الثالثة مع الإمام كي سلم الإمام وشيدير ينود يقوم يجيب الفاتحة والصورة جهرا ويتشاهد عود يقوم يجيب الفاتحة والصورة جهرا يتشاهد ويسلم إذا فاته ثلاث ركعات لما دخل المسجد وجد الإمام فالتشاهد الثاني هنا يقوم بالتكبير ويجيب صلاة المغرب عادي كم يصليها عادي فاتحة وصورة جهرا ثم فاتحة صورة وجهرا ويتشاهد ثم الفاتحة سرا ويتشاهد بقي معنا صلاة العشاء صلاة العشاء ركعتان جهريتان ثم ركعتان سريتان فاتته الركعة الأولى من صلاة العشاء لما دخلنا قال ركعة الأولى من صلاة العشاء فاته ماذا يفعل؟ إذا سلم الإمام جاوبني أنت تتابع معي الحلقة يقوم فاته ركعة جهرية يقوم ويجيب فاتحة وصورة جهرية ويتشاهد ويسلم فاتته الركعة الأولى والتانية من صلاة العشاء إذا سلم الإمام يكبر يجيب فاتحة وصورة جهرا أو يقوم يجيب فاتحة وصورة جهرا ويتشاهد ويسلم طيب الحالة الثالثة والأخيرة أدرك فقط ركعة من العشاء فاته ركعة الأولى والثانية والثالثة أحضر فقط الركعة الرابعة ورأيت بالكم أمام الجدول ماذا يفعل الآن إذا سلم الإمام يقوم يجيب الفاتحة والصورة جهرا ثم يتشاهد ثم يقوم يجيب الفاتحة والصورة جهرا ما يتشاهدش عود يقوم يجيب الفاتحة سرا ويتشاهد ويسلم كي سلم الإمام ينوض يجيب الفاتحة والصورة يتشاهد عود ينوض يجيب الفاتحة والصورة جهرا عود يجيب الفاتحة سرا ويتشاهد ويسلم أنا أعلم أنكم تخردتم معنا شوية ربما وقعت للبعض تاه معنا ولكن هذه هي طريقة ترقيع الصلاة حتى ما تدخلش في هذه المتاهات بكر للصلاة ولكن أنصحك أن تتعلم هذه الصور ووالله ليس بصعبة تبع الحلقة معنا اليوم غدا بعد غد حملها عن طريق الفيسبوك شوفها في اليوتيوب والله تتعلم طريقة ترقيع الصلاة ربما أنا فاتني أمور أثناء الكلام ولكن الجدوى الواضح ولله الحمد أختم هذه الكلمة من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أخم عرفت القاعدة واحد جاء مسبوق أحضر ركعة الثانية من صلاة الجمعة وفتها ركعة الأولى كي يسلم الإمام ما وش يدير يقوم بالطبع يقوم بدون تكبير ويجيب الفاتحة والصورة ويتشهد ويسلم إذا أدرك التشاهد في الجمعة تبع يعني لما جاء في صلاة الجمعة جاء متأخر من قال إمامي تشاهد آه هذه العلامة مختلفين هذا وش يدير هذا ما أدركش في الجمعة لأن الركعات تدركوا بالركوع والركوع تعرك على التانية فاته ماذا يفعل هذا إذا سلم الإمام ينوضي جيب ربع ركعات فمن أدرك التشاهد في صلاة الجمعة إذا سلم الإمام عليه أن يقوم ويأتي بأربع ركعات أربع ركعات يعني بتشاهدين وتسليم بقي علينا أمور تتعلق بأحكام صلاة المسبوق هذه تأتينا في موضعها في صلاة الجنازق في صلاة العيدين وبهذا نكون قد أتينا إلى المقصود من هذه الحلقة وهي كيف يقضي المسبوق صلاته أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بهذه الكلمات شكر الله لكم حسن إنصاتكم وصبركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر